تمنت تنسيقية شباب الأحزابي والسياسيين قرار إخلاء سبيل 79 متاهما من المحبوسين احتياطيا والذي يعد استكمالا نحو التقدم في التنمية والاستقرار السياسي وجهت التنسيقية شكرا للرئيس السيسي على اهتمامه بملف المحبوسين وحرصه على مستقبل الشباب وتأكيده الدائم على أهمية الحوار كما أكدت التنسيقية أهمية تعديل قانون الإجراءات الجنائية للعمل على حال إشكالية الحبس الاحتياطية بما يضمن أن يبقى مجرد إجراء احترازية ولا يتحول إلى عقوبة طبقا لمنص عليه الدستور